قبل الاستطاعة ما الحكم الشرعي في استخنام هرمونات تسمين الدجاج هذه للأسف التي يبتلى بها الناس في زماننا هذا كثير من الذين لا يراقبون الله تعالى في أنفسهم ولا يراقبون الله تعالى في صحة الناس يستعملون هذه الهرمونات لذلك هذا الدجاج لأيام قليلة وستقلها بهذا الحجم والسبب هذه الهرمونات تصوروا أن كثير من هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون هرمونات تسمين الدجاج يستخدمون حبوب منع الحمل لأنها هرمونات وهذه الهرمونات هي التي تحفز كثيرا من الغدد وكثيرا من الأنسية في القسم على النمو وقد رأيت بعض الدراسات في دراسات متخصصة رأيتها يقولون أن الأطفال الذين كانوا يأكلون بعض الأطعمة التي غذيت على هرمونات التسمين هذه كهرمونات الحمل ونحوها يقولون أنه ظهرت فيهم إشكاليات كبيرة أما في الأطفال الذشور فظهرت فيهم مظاهر أنثوية وهذه الدراسات متخصصة استقرأت حالا معينا وأشخاص يتناولون هذا فضلا عن كثير من الأعراض النفسية التي أصابتهم وفي النساء أيضا مصيبت كثير من النساء وفق هذه الدراسات بالعقم ونحوه من الأمراض هذه أضرار لا يمكن للشريعة أن تبيحها مثل هذا الفعل والقوانين معنا في عمان لوائح وزارة الزراعة تمنع كونه هي المسؤولة عن القضايا البيطرية تمنع استيراد واستعمال أيضا أي محفز من محفزات النموكة هذه المحفزات القانون يمنعها لذلك الذي يدخل إلى عمان ممنوع فيه ويراقب مع الشهادات الصحية من المؤسسات الرسمية عبر الصفارات لا بد من أن تكون له شهادة صحية أنه خالد من محفزات النموكة كل ما يدخل الخليج يشترط فيه هذا الأمر هذا الذي يأتينا من الخارج لكن المزارع التي لا يراقبها أحد وتترك لبعض الأشخاص الذين يسعون إلى أن يثروا وإلى أن يتغانوا بحساب صحة الناس وهذه لا تضمن ولا رقابة عليها وللأسف ومن هنا تأتي الأمراض والأسقام من أناس يريدون أن يأخذوا قدر ما يستطيعون من المال على حساب صحة الناس فلا تكتمل فيها الاشتراطات الصحية ولا يكتمل فيها شيء مع أن هذا الأمر محرم لا يجوز شرعا وكل من كسب المال عن طريق الإضرار بالآخرين فإنه يلجمه وأن يتخلص من هذا المال بعد التوبة النصوح إلى الله تعالى كيف تثري أنت على حساب صحة الناس تخادع الناس وتغشهم في طعامهم ثم بعد ذلك تقول أنني لبحته بنفسي وإلى ذلك من الدعاوة الفارغة التي نسمعها إن لم تكن هناك رقابة على هذه المزارع المنتشرة كل أحد جاء وأنشأ مشروعا لأن لا نعارض نريد من بلادنا أن تكون أقوى بلاد في اقتصادها نريد من بلادنا أن تكون أقوى بلاد في إنتاجها في اقتصادها الحقيقي خصوصا ولكنهم بالتي هي أحسن لا أن يترك الأمر هكذا دون رقابة على هؤلاء خاصة في مزارع الدواج مشاريع صغيرة نريدها نؤثر عليها ونحن نحسب أن أهل البلد بإذن الله تعالى لن يستغلوها إلا فيما هو صالح الناس لكن حينما تكون هذه بأيدي أناس قد لا يراقب بعضهم الله تعالى ولا يتحمل الواجب الوطني في رعاية بني وطنه قد تحملهم أنفسهم الأمارة بالسوء في أحيان على أن يضيفوا هذا مسارعة إلى ببح المادي هذا كله محرم لا يجوز وعلى صاحبه أن يمتني عن هذا الغذار كما أنه يلزم شرعا من استخد هذا الغذار هذه الهرمونات هرمونات تسمين الدجال حين بيعها يجيب عليه شرعا أن يفصح عن هذا حين البيع لأنه عيب فتمة أناس كثيرون لا يرضون أن ينخل هذا في أجوافهم لا يرضون أن يطعموا به أولادهم نحن نسعى إلى أن يكون أولادنا وبن وطننا على أكمل الصحة وأفضل حال ونريد في الجانب الآخر أن لا تخرج أبوالنا إلى الخارج مطلب نعبد الله سبحانه وتعالى به أن لا تخرج أموال بلدنا إلى الخارج بل نريدها أم تبقى فيه أن يتقوى اقتصادنا لأن قوة اقتصادنا معناه قوة المجتمع معناه صحته عافيته رفاهيته وكلها مطالب شرعية نريد هذا حقا لكن نريده أن يكون قائما على أسس رخابية حقيقية لذلك فقد نشتري هذا ونبيع صحتنا في الوقت نفسي هذا لا يجوز شرعا